يسعد اليوقاتكم اصدقائي من وين امتابعوني وبقي وقت امتابعوني اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وطبخة جديدة طبختنا اليوم طبخة كتير سهلة ولازيزة طبختنا اليوم برياني طريقة سهلة طبق شهيف بين هدا للملوك مع قطيب صوص اللبن كتير سهلة وبسيطة متل ما خبرتكم والطعمة ولا ارواح ويلا بينا على المقادير طريقة التحضير ونقل بسم الله ونبلش بلزمنا للطبخة طبعا الرست انا استعملت رست حبة طويلة بغسلة كتير منيح وبنقاعة بالمي الباردة مية الحنفية وبتركها على الطرف لبين ما نجهس صدر داجاج بالطنجرة بلزمي تقريبا ربع كوب من الزيت وحبة من البصل فرمتها وسط موخشن ولا ناعم منحرق البصل حتى يدبل معنا طبعا استعملت اربع اكواب من الرس ممكن تستعملي الكمية اقل او اكتر كمية الطبخة اختياري يعني ممكن تستعملي نص الكمية او اكتر بعد ما دبل معي البصل متل ما انتو شايفين ما بنا تتغير لونه لا بس تدبل معنا وراح نضيف هلا صدر داجاج استعملت نصف كيلو من الصدر داجاج نقعت اول شي بالمي والخل بعدين غسلت كتير منيح قطعت شراح ممكن تقطعيه حتى على شكل مربع اختياري منحرك البصل وصدر داجاج كتير منيح طبعا النار دائما يكون وسط بدكم تنتبهوا لهايي الشغل النار يكون وسط منحركة تحركة بسيطة هلا رح نضيف ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة صغيرة من الملح بنرجع من حركة ومنغطيها حتى تستوي معنا الصدر داجاج وكلها بنعرف صدر داجاج فورا تستوي يعني لا بدها لا مي ولا شي فورا تستوي حركتها كتير منيح هلا رح اغطي الطنجرة واتركها حتى تستوي معنا صدر الداجاج بعد ما ستوا معي صدر داجاج رح نشيل الغطة ونترك حتى تنشف معنا السوائل اللي جواتها بدنا الصدر داجاج تنقلها كتير منيح بالزيت اللي حطيناها مع البصل مشان هيك شلت الغطة وبدياها تنشف معي تماما بعد ما نشف بقليها كتير منيح بالزيت تقريبا اخذ معي من سبعة لعشر دقائق ما بياخد طير متل ما خبرتم صدر داجاج فورا تستوي بعد ما قلن معي صدر داجاج هلا رح اخذ تقريبا ملعقتين لتلت معا لها لزينة وهي اختيارية ممكن تترك يا كله او متل ما انا عم ساوي بتاخدي يكمل عقا للزينة وبترك هاي الجنب وهلا باقي صدر داجاج رح نفاضي عليها البنادورة حبتين من البنادورة قطعتن نعم ممكن تقشرية وبعدين قطعية وممكن ما تقشرية هاي اختيارية منحركها وهلا مرة ثانية رح نغطي الطنجرة حتى يدبل معنا او حتى يستوي معنا البنادورة هاي خطوة كتير منيحة لازم البنادورة تدبل معنا كتير منيح غطيتها وتركتها حتى استوى معي البنادورة متل ما انتم شايفين دبل معي او استوى معي البنادورة كتير منيح والخطوة اللي بعدها هلا بنتخلص من المي او منصفي الرز وبعدها رح نضيفها على صدر دجاج والبنادورة والبصل رح نضيف هلا البهارات طبعا متل العادة رح اكتب المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو ازا ما لحقتم تكتبوا او تشوفوا البهارات اللي هلا رح اضيفها من حركة تحريكة بسيطة ومتل ما خبعتكم النار اهم شي يكون وسط بعد ما حرقته كتير منيح متل ما هو واضح بالفيديو هلا رح نضيف البهارات ضفت فلفل الاحمر الحلو ملعقة صغيرة من الكزبرة رشة بسيطة من الفلفل الابيض ممكن تستعملي فلفل اسود ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة صغيرة من سبع بهارات مكعبين من الماجي ممكن تستغني عنا اذا عندك مرق ماجي لسه بيكون اطيب بس ما كان عندي متوفر استعملت ماجي مكعبين من الماجي وراح نضيف كمان ملعقة صغيرة من بهارات البرياني وثلاث حبهات من التوم المهروس ممكن تضيفي كمان بوترة التوم كمان بوترة البصل وراح نضيف ملعقة صغيرة من الكزبرة ومتل ما خبرتكم كل المكونات رح اكتبها بالصندوق الوصف منحرقون كتير منيح حتى الرس تاخد طعم البهارات اللي نحن ضفناها بعد ما حركتها بما انا نقعت الرس رح اضيف لك الكوب من الرس كوب ونصف من المي المغلي انا نقعت الرس حتى استوام معي صدر دجاج لكل كوب رس انا استعملت كوب ونصف من المي المغلي يكون مغلي كتير منيح ضفت المي وهلا منحركها تحريك البسيطة ومنتركها تغلي بس تغلي معنا رح نغطي الطنجرة ونوضي غاس كأنه شمعة حتى تستوي معنا الرس تماما هاي بتاخدي رس كتير طيب كل حبة اختاني طبعا هلا رح نشوف ازا بيل زما ملح ولا لا حسيت انه بدي رش بسيطة من الملح ضفت عليها الملح بدكم تنتبهوا عليها يعني بما نضفت صدر دجاج شوية بسيطة من الملح وكمان ضفت عليها ما اجي ما كان بدي ملح كتير الشي بسيطة ومثل ما خبرتكم بس تغلي معنا الرس من حتى كأنه عالش معه ومنتركه حتى تستوي معنا الرس وبهالاسناء رح نجهس مع بعض باقي المكونات عالطرف الثاني بيلزمنا كمية منيحة من الزيت عفوا الزيت يكون حامي والنار يكون وسط اول شي رح نقلي الزبيب طبعا هالمكونات اختيارية يعني اي مكون ممتوفر عندك ممكن تستغني عنا والزبيب ما بياخد وقت نهائيا يعني بس تفضيها بالزيت فورا لازم تشيلها حتى ما تاخد لون غامض فورا تقلي معنا الزبيب ممتنتبهوا لهاي الخطوة يعني شي ثلاثة ثانية الزبيب بتقله فورا بعد ما قلي معي الزبيب صفيتها من الزيت وهاي الزبيب صار عندي جاهس المكون اللي بعدها طبعا هو اللوس اللوس المقشور استعملت كوب من اللوس كمان اللوس بياخد وقت من حركة تحريكة بسيطة ولازم ننتبه ما ياخد اللون الغامة بحركة كتير منيح حتى تقلي معي اللوس وبرجع بخبركم اي مكون ممتوفر عندكم ممكن تستغنوا عنا بعد ما تحمص معي اللوس ممكن تحمصوا اللوس بالفرن او بالقلاية الهوية كمان طيبة واذا بتحبوه مثلي بالزيت كمان بصير قليت اللوس مثل الزبيب واللوس كمان صار عندي جاهس هلا رح نقلي باقي المكونات استعملت جزر الجزر ممكن تستغني عنا نهائيا طبعا ممكن تسلقي الجزر بعد القلية بس انا بحب يكون عليها قرمشة بسيطة مشان هي بس قليت الجزر حبتين من الجزر قشرتون قطعتون كعبات صغيرة متل ما هو واضح بالفيديو كمان ما بياخد وقت نهائيا منحركة حتى تقلي معنا الجزر بعدها من صفية من الزيت وهيك الجزر كمان بيكون عنا جاهس ممكن تستعملوا الجزر المفرس اذا ممتوفر عندكم الطازل اذا وصلتم معي لهم بتمنى لا لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات والجزر كمان صار عندي جاهز صراحة طبق كتير لذيذ يعني مع هالمكونات اكيد رح يكون طبق ملوكي وبعدها رح نقلي بازيلا بازيلا عندي كان مجمد رح نقليها وكمان بازيلا ما بياخد وقت نهائيا فورا تنقلة يعني اقل من دقيقة البازيلا بيكون جاهز منحركة اهم شي تحركوا كل المكونات لما تحطوها بالزيت حتى ما تحرق معكم والبازيلا كمان صار جاهز متل ما هو واضح بالفيديو بتكم تنتبهوا ما تحرق معكم يعني بس اخد اللون او شفتوها صارت فوق الزيت فورا تشيلوها من الزيت حتى ما تغمق اللون وهيك البازيلا كمان صارت جاهزة ومتل ما خبرتكم برجع بعيد اي مكون مو متوفر ممكن تستغنوها لنا يعني متل بازيلا او جزا الاساسي هي الزبيب واللوس طبعا اذا بتحبو بتضيفو او تستغنو عن الزبيب كتير عالة ما بيحبو حلو مع مالح هاي شغلة اختيارية والبازيلا صارت جاهزة هلا رح نقلي البطاطا البطاطا قطعتها مقعبات حبتين من البطاطا قطعتها مقعبات ورح نقلي البطاطا مثل باقي المكونات بنقليهم عادي كمان البطاطا صارت جاهزة متل ما هو واضح بالفيديو والكمية برجع بخبركم حسب الرغبة ممكن تخلطوا كل المكونات مع بعض بعدين تفضوها على الرسم بس انا بحب زين الصحن بيطلع شكل احلى بكتير بصراحة البطاطا كمان صارت عند جاهزة وهلا كل المكونات قليتهم ما شاء الله صاروا جاهزين والمكون الاخير هي الشعيرية طبعا الشعيرية بالطنجرة لحالة رح اقليها لانو بدها سلق بالطنجرة الزيرة رح نضيف ملعقتين من الزيت كوب من الشعيرية من حمص الشعيرية حتى تاخد اللون اللي نحن بدنا اياها اللون الذهبي كأنك بدك جازي شعيرية للرس بعد ما قليت الشعيرية رح نضيف نصف كوب من المي المغلي ومنترك تستوي معنا الشعيرية الشعيرية بتستوي فورا ما بياخد وقت نهائيا حتى لا بالأحمرار ولا بالاستوى يعني كتير تستوي بسرعة بعد ما اخدت اللون اللي بدي اياها تقريبا نضيف نصف ملاق عفوا نصف كوب من المي المغلي منتركه حتى تستوي معنا او حتى تنشف معنا وهلا ما شاء الله الرس كمان صارت عندي جاهزة رح نطفي الغاز نترك الرس ترتاح تقريبا عشرة ربع ساعة والشعيرية كمان صارت عندي جاهزة بهالأسنا رح نجهز مع بعض الصوس بيلزمني كمية كتير منيحة من اللبن وهاي اختيارية ممكن جنب هاي الطبخات استعملوا سلطة اللبن كمان ربع كوب من الطحينية وعصرة من الليمون ورشة بسيطة من الملح وحبة من التوم انا بحب هذا الصوس جنب الرس والبرغل والبرياني يعني اكلات كتير طيبة مع هالصوس منحركة كتير منيح ومنشوف قوامة قوامة كان عندي اللبن ما شاء الله قوامات تقيل حركت كتير منيح حسيت المي عفوا اللبن بده شوية مي ضفت عليها المي حتى احصل على القوام اللي انا بديها القوام المطلوب هذا هو هذا الصوس اختياري بعد عشر دقائق ما شاء الله الطبخة صارت عندي جاهزة هلا مع بعض رح نقدمها بالصحن اول شي رح نضيف الرس ومتل ما خبرتكم ممكن نضيفوا كل المكونات مع بعض وتقلبوها كمان طيبة بس انا حبيت زينا بهذا الشكل بصراحة دايما بزينا بهذا الشكل المنظر بتجنل اول شي حطيت الرس وبعدين حطيت البطاطا متل ما هو واضح بالفيديو ممكن تحطي اي مكون اللي بدك اياها اول شي وهاي كلن اختياري يعني حسب الرغبة اول شي حطيت البطاطا وبعدين بلشت بباقي المكونات وبعد ما خلصت من البطاطا رح نزيونهم بالبازيلا اللي نحن يقليناها كما بنفس الخطوة حوالين الرس خطم متل ما انتو شايفين بازيلا وبعدها الجزر هيك ما شاء الله الوان كتير حلوة ولزيزة والشكل اكيد بتجنل وبعد ما خلصت من الجزر حطيت الشعيرية اللي نحن جهزناها وبعدها اللوس وبعدها الزبيب واخر شي صدر الدجاج اكيد هلا مع بعض رح نشوف شكل الطبق النهائي وهذا الزبيب اللي نحن جهزناها وكمان صدر دجاج ما شاء الله متل ما خبرت شكلها بتجنن ممكن تخلطوا كل المكونات وتقدموه ممكن كمان بهاي الطريقة مع اطيب صوص الطبق صار جاهزة للتقديم طبق كتير لزيز هلا منقول بسم الله ونشوف طعمتها بصراحة الطعمة والاروح جربوه واكتبوه بالتعليقات شو رأيكم فيها وان شاء الله يعجبكم وبسم الله وندو اول ملعقة يا سلام الطعمة بصراحة كتير طيبة وهيا قسم ووصلنا لنهاية الفيديو واشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي